السلام عليكم شبيب أزينا إن شاء الله كام تكونوا بخير وإن شاء الله كام تكونوا على خير اليوم رح ندخلو جزء 4 من سلسلة المراجعة الشاملة لمادة الهندسة الكهربائية في هذا الجزء سوف نقوم بحل أسئلة من سؤال 20 إلى سؤال 30 وفي هذا الجزء رح نتعلمو نملة وجدول تشغيل عن العلم وفي الناس الوقت نتعلمو كيف نختارو المقاحل وكيف نحسبو الطيارات وكيف نعفو دارة الدخول ودارة الخرج وبإذن الله هذه الأسئلة سوف تصبح أبسط من بساطة بسيط نعم يا بسيط جماعة لي أول مرة يدخلوا القناة التاعي من مستحسن تفرجوا جزء واحد والجزء رقم اثنين وخاصة جزء رقم ثلاثة اللي فيه طريقة رسم الجيمة والمعاقبات هيا جماعة فاصل ثم نواصل هيا جماعة زينا نبدأو أول حاجة قبل ما نبدأ وش مطلوب منكم تتروحوا لصندق الوصف تلقوا روابط رابط هذا الموضوع 144 سؤال واحتلقوا كذلك إجابة النموذجية سؤال رقم عشرين ما دور كل طابق من طوابق ثلاثة كما كنت لاحظوا هنا جماعة عندي طابق الأول بما أنه عندي خلية كهروضوئية اللي فيها ثنائية ضوئية نسميه باث واللي فيها مقحة كهروضوئية نسميه مستقبل كنلقوا خلية كهروضوئية إذا طابق هذا شو وظيفته ووظيفته طابق الكشف طابق الثاني وشي هو بما أنه في قلب أرى تسميه الدارة ضد الارتداد ووظيفة تتخلص من ارتدادات التماس وطابق الثالث بما أنه فيه العدات يسميه الطابق العد إذا ما يعجب الي latte اذا ما يدور طابق إذا بطابق الأول ماذا يسمى طابق الكشف عن مرور و وشيفه المادة الأولية كما أنه المادة الأولية هي طماطم علبة طماطم طابق الكشف عن مرور العلبة طماطم ان نتركوا طابق الثاني كما يعلمون انوها وشية او تماس كنتما غafft الوشية Intimat 9 أنه يغير حلتها أو حلتها يلقي ه depos how much المشكلة هذا لازم نزيده قلب ايراس هذا القلب ايراس شرح يدير جمعه سيتقلص من الارتدادات تخيلوا لكم من ديوش قلب الاراس العدد وشي وليزيد ولي يحسب الارتدادات تمر علبة واحدة من العدد يحسب لك سبعة لماذا لا يحسب لك سبعة ستة هذوك بسبب الارتدادات على هذي وشي واجب علينا اضافة دارة ضد الارتداد اذا نكتب طابق اثنين وشي هو دارة ضد الارتداد باستقدام قلب ايراس رحوا الطابق الثالث بما انه فيه دارة مندمجة 74 الاس 90 وهذا يسم دارة العدد اذا طابق ثلاثة سميه سميه طابق عدد باستخدام واكتب واجب باستخدام دارة مندمجة 74 الاس 90 وهي الاسئلة قادة اجيكم في هذا التركيب مجمعه موظيفة اير واحد بما انه عنصر لهذا حسس للتيار اير واحد ووظيفته تحديد التيار لحماية ثنائي الديود موظيفة الديود واحد يسمى الباعث الذي يسلط الضوء على المقحل موظيفة اير ثني ناحيها كتنحيها وشي يصالي تصلي دارة القصمة بين في سي سي و جي اندي ارتفاع رهب في التيار ي تؤدي الى ايتلف تي واحد ايrition 21 واجبما في حماية تي واحد في ناس الوقت حماية تي ثني لانه ما كاش رف bao مقاومة القاعدة 2 2 مقحل يعمل في حالة التبديل كيف تعرفوا حالة التبديل كي تبديل كي تلقى الوشعة فيها التماس د اما مقحل يعمل في حالة التبديل ستبني تلقى حاجة واحدة اخرى يعمل في حالة التضخيم كما وأشيئه تعمني تتوب ان ترسوش واحد ارى رحوا لي بعدها دي ثنين عاجل حررا في بروض كان يظل يظل تحديد ووظيفة حماية تي مراحل كهروميغناطيس ووظيفته عزل دارة الاولى عن دارة الثانية الي طابق الثاني دارة هذي يسميه دارة ارتداد مقاومتين واحد كا واحد كا ووظيفتهم حماية المداخل الار واس وهنا بوابة اورا امكانية المسح اما عن طريق دارة الاولى او دارة الثانية والبوابة هنا شرط نية العد هي بوابة اند سؤال الواحد عشرين عدد الهيئة المادية التي تقوم بوظائف تالية شكل تحميل ديوه حماية المدخل الار والاس والحماية المقحل تيثنين وكنا نحكو عليهم هيا نبدأ نجاوبوا اذا اجمع ركزوا معامله لي عنده مشكل في هذا الدوائر دوائر الكشف وش يدير يضغط على ايقونة رقم واحد يسار الشاشة في تطبيق جي توني توني راح تلقوا هذو بكل تفصيل وحتلقاه بالسيميلاسي وبالمحاكة وبإن الله تولي لكم بس بوسة هيا جماع نرجع الخدمة تعنا اذا هيا نبدأ نجاوبوا سؤال واحد وشين تحديد الهيئة المادية لا نبدأ باول حاجة حماية دي واحد وش يقول هاي كلمات دي الذي يحمي دي واحد وش هي العناص الكهربائي اللي يحتحمي دي واحد اذا وش هو العنصر هو ار واحد اذا نكتبوه هنا ار واحد مقاومة ار واحد وظيفة تحديد التيار لحماية بعض ضوئي دي واحد ثاني حاجة حماية مدخلين اس و ار اذا اس و ار هام ورا هم عندي مقاومة تين واحد كار وش كون هم ليحميهم المقاومة تين واحد كيلو اوم اللي بعدها حماية مقحلة تي ثنين وراه مقحلة هثنين هذا هو مقحل T2 إذا كنت يحمي لي مقحل T2 تحميه للعجلة حرار D2 إذن نكتب هنا العجلة حرار D2 وبما أن نجمع مقاومة هنا مقاومة القاعدة إذن R2 كذلك وظيفة وحمية مقحل T2 وتحديد التيار تشبع إذن NormalMotion زيده نزيده هو R2 إذن كان يعطيك هنا R2 صحي إذن كنت يحمي T2 إما المقاومة على القاعدة أو العجلة الحرار D2 هذا بنسبة لسؤال رقم 21 رحوا السؤال رقم 22 ما تدور الدارة مكونة من خلية C1 و R3 هين نبحث عنها هذه الخلية جماعة ركزوا معي مليحل الخلية هذه باش مربوطة لو كنت تبعوا هذه النقطة باش مربوطة مربوطة بال R نسميها خلية المسح جماعة وش وين تلقوا خلية RC باش مربوطة تعرف وظيفة تحت إذا لقيتها مربوطة في العدة تصعد مربوطة بال R وش نسميها مسح الآلي جماعة وين تلقوا مكثفة أقول مسح الآلي لأنه في الحظة اللي يبتدأ المكثفة وش عدية راح تتمسح إذا ماذا نقول هذه الخلية وش وظيفتها مسح الآلي لو كنت نلقوا هذه الخلية مربوطة بالعداد تنازلي مكتوب clear slash process إذا ماذا نسميها هذه الخلية نسميها خلية شحن الآلي لأنه العدة تنازلي احتاج الشحن لا يحتاجش المسح ولو كنت نلقواها مثلا في ميكرو مراقب هذه الخلية مربوطة بالام clear وش نسميها تهيئة الآلية إذا نكتبوا نوع الدارة مكونة من R3 و C1 مسح خارجي آلي ولا إرغام آلي بهذا الشكل ونروح لبعدها سؤال 23 منع البوابة المنطقية المستعملة في الطابق 3 إذا نجمع إذا هذه البوابة المنطقية تحقق لشرط نهاية العد مثلا عدد ترديده 152 إذا هذه البوابة وكتا تحقق لشرط تحقق لما أحد يسوي اثنين وش نقول والعشرة يسوي خمسة والمئة يسوي واحد إذا هذه البوابة عند البوابة شرط نهاية العدد لجمع لما تكون إلا إذا استخدمت نظرية ديماركا والله إذا كانت هذه البوابة مربوطة مباشرة بالمسح والمسح يمشي بمستوى الأدنى تولي بوابة نفي الواو هذا بنسبة لسؤال رقم 13 إذا نكتب نوع البوابة المستعملة في الطابق الثالث هي بوابة الواو بوابة الضرب واللنصمية وبوابة الاند نروح له بعدها سؤال 24 باستغلال وثائق الصانع عند رامون دمجة 74-74 الموضحة في الموضحة صفحة 11 يستنتج حالة واش المخارج واش قالكم السنزولي إكي أوكي بيوكي سيوكي دي الموافقة لحالة التالية واش هي لما ار صفر يسوي لما ار صفر واحد يسوي ار صفر ثنين ويسقط عن الأشخاص ويسُوكي دي ويسه أر صفر إر صفر et 19 ويسوي الله مثل هذه المداخلة وكل cancelled ويسطل لهم واحد منطقي إذا بأر الوقت الحالة الأول وضع حالة القضية لكي لا تصلح podíaأن simulac لأن skeptあのuro b الذي تخلع مستمر الكتاب وهذه واحد أي من المنطقي إذا نكتب إستنتاج حالة المخارج الموافقة للمداخل R01 إذا نكتب إستنتاج حالة المخارج الموافقة للمداخل R01 وهذا العدد في وضع إرغام على رقم 9 سؤال 25 سؤال 25 ما نصف من المقحل T2 هل هو أحد قطبية أو ثنائية قطبية؟ بعد ذلك أعاد رسمه على وثيقة إجابتك موضحاً عليه تجاه الطيارات والتوترة إذا نجمع أوله المقحل هذا طلب مني مقحل T2 هذا هو مقحل T2 كما تلاحظوا هذا المقحل بما أنه في مثلث خارج هو مقحل NPN ثنائي القطبية أجمعوا إن نلقاهم مقحل NPN ولا PN يسميه ثنائي القطبية وإن نلقاهم مقحل مقحل مصرات نسميه أحد قطبية إذا هذا المقحل بما أنه نسميه مقحل ثنائي القطبية بالضبط NPN وهذا هو بالضبط كما تلاحظوا سنعود ونرسمه ونخرجوا إتجاه التيارات والإستغطابية تأويش تحت توترة إذا أجمع اللي عندهم مشكلة في المقاحل NPN وش يديرو؟ يضغط على الرقم الثنية صار شاشة في تطبيق G20 راح نتلقاهم كل تمارين خاصة بالمقحل NPN وإن شاء الله بإذن الله يقولوا بس بس هيا أجمعنا نرجع السؤال تعنا إذا أول حاجة وش نديروها أجمع ديما نشوفوا المثلث إذا كان المثلث خارج من القاعدة وش يسميه مقحل NPN إذا كان المثلث رايح للقاعدة وش يسميه مقحل PMP PMP يعمل في توترة الموجبة أو PMP يعمل في توترة السريبة ونحن ديما نخدمه توترة الموجبة على هذا نخدمه بالمقاحل NPN إذا نكتب هنا صنف المقحل إذا هذا المقحل وش يوثوني القطبية النوع NPN بعدها بعد ما عرفنا السهم الخارج وإن القوة السهم نكتبه Emitor وإن القوة السهم نكتبه Emitor وفوق شكون يوازيه ديما يوازيه كولكتور والوسطاني ديما هو مدخل القاعدة لباس إذا هذا Emitor الباعث وهذا C كولكتور الجامع وهذا B اللي هو الباس اللي هو القاعدة بعد ما خرجنا الأقطاب وش نخرجوا نخرجوا التيارات هم اللولين إذا تيار الخروج والتيار الدخول نبدأ في التيار خروج E-C بما أنه مثلث هابط وش هيكون تيار رح يكون هابط يمشي يمشي من كولكتور هذا نسميه تيار جامع E-C ولا تيار الخروج أما تيار القاعدة كذلك يتبع المثلث بما أنه مثلث داخل إذا تيار ونح يروح يروح الداخل ونسموه هذا تيار نسميه تيار الدخول ولا نسميه تيار E-B ولا نسميه تيار التحكم هذا نسميه تيار وآخر حاجة هي تيار E-O سيكون بهذا الشكل و E-O يساوي بقانون العقاد يساوي E-B بما أنه E-B صغير بزف E-O تقريباً يساوي يساوي E-C بعدما خرجت التيارات وش نخرجوا؟ نخرجوا التوترات والتوترات يكون استقطابيتها معاكس التيار إذاً تيار إذاً استقطابية الأولى هي استقطابية V-B-U ستكون عاكس التيار بما أنه تيار رايحة ستكون عاكس تحها والإتجاه سامل لما رايحة رايحة لل-B معاكس نبدأ نقوله V-B-U معاكس فرق الكومون بين القاعدة B والبعث O بنفس الطريقة بما أنه تيار هابط وش يكون استقطابية طالعة وبما أنه سامل رايحة لل-C معاكس V-C-U معاكس فرق الكومون بين الجامع C والبعث O هنا جمعا وش راكس صمت صمت المقحة ال-NPN وصمت التيارات وصمت التوترات رقم 26 باستخدام الملحقة ربعة صفحة 9 المرحلات الكهروميغناطيسية اختار مرحل المناسب للتشغيل مع التعليل كي يجمعها لديهم مشكلة في وثائق الصانع وهي أسهل حاجة ركزهم عاملية يطلب منك اختيار مرحل الكهروميغناطيسي وش هو المرحل الكهروميغناطيسي؟ هو الوشيعة مع هذا الملمس مرحل الكهروميغناطيسي سؤال كيف نختار مرحل الكهروميغناطيسي؟ بسيطة جدا شوف هذه الوشيعة ماذا يغذي فيها؟ شوف هذه الوشيعة جمعا نبدأ هذه النقطة ونمشي 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 حتى نشوف ماذا يغذي تغذى هذه الوشيعة بـ 24 فولت مع أنتها نختار مرحل الكهروميغناطيسي توتره 24 فولت إذن روحوا لجيبوا الجدول إذن جدول قدعنا مرحل A, B, C, D التوتر التغذية تعهو 12 وعندما تتكلم الوشيعة وعندما تتكلم المراحل المراحل المناسب بما أن التغذية 24 فولت إذن المراحل المناسب هو B إذن ها سيأخذوا أنا أبدأهم الوشيعة وارسموا حتى نتوصلوا ثم توتر التغذية بعدما أرسمت هذا الخط المساعد وانتقيت بأنه في التركيب هذه الوشيعة تمشي بـ 24 فولت كيف نمشي بـ 24فولت VVDC. هي كلمة 10 امبر لفظة والمقاومة الداخلية تعود هذه نحتاجها ونكتبها لذلك بعد ان نكتب بها 800 اوم. نكتب تعيين مراحل مراحل معي ناتسي المناسب. مراحل المناسب هو بلما؟. تعليل لأن تشغيله هو 24 فوت في التركيب. واهم جدا بعد الاختيار ونكتب قيمة مقاومته في التركيب إذاً أيركا أو ما تقوم بعمل 600 أوم ونكتبها هنا قد تأتيك أسئلة في الدارة الخروج يقول لك مثلاً أحسب لي تيار إي سي كيف تحسب تيار إي سي راح تحتاج مثلاً مقاومة داخلية تلك الواشعة إذاً لازم تكتبها أوكي هذا بالنسبة لمراحل كهرو ميغناطيسي سؤال 27 ما طلب منكم؟ طلب منكم أحسب تيار تشبه إي سي ساتوري للمقحلة 2 علماً أن في سيو ساتوري تسوي 1.2 فولت جماعة ركزوا ما عمله في سيو ساتوري لو كان ما يمدها لك الوثائق الصانع أعتبرها صفر يمدها لك الوثائق الصانع أحسب بها أوكي إذاً وراه إي سي ساتوري إذاً نكتب حسب تيار تشبه لمقحلة 2 إذاً جماعة نحسب تيار تشبه لمقحلة 2 ليس منها إي سي ساتوري بما أنه مقحلة يعمل حد التبديد تيار نعود نزيد له كلمة ساتوري إذاً أول حاجة نعينه إتجاه تيار إي ساتوري سيكون هابط يروح جياندي إذاً هل سميه إي سي ساتوري قبل ما تحسب تيار تشبه لازم تشكل الدارة كيف تشكل الدارة؟ تخرج إتجاه تيار وإستقطابية توترة هياً نبدأ نوجمع إذاً VCC استقطابية توتر تحديما تبع التيار إذاً هل سميه VCC؟ استقطابية باقي العناصر الكهربائية ستكون عكس التيار إذاً وش نكتبه؟ سماع يكون معكو وش نسميه VRK توتر بين الطرفي الوشعة والإستقطابية تعطيها كذلك عكس التيار وش نسميه VCO ساتوري وهذه VCO ساتوري وإعطيها لي 1.2 فولت إذاً ننتيار أجمعه كيف نحسبه؟ نحسبه من قانون العروات وش نفعله؟ قانون العروات هذه العروات الدخول وش تسوي؟ تسوي VCC ناقص VRK ناقص VCO ساتوري ثم نعوضها بقانون ON وماذا تسوي؟ تسوي SATURY VRK ثم نقص VCO ساتوري ولا نكتبه بهذا الشكل قانون مباشر اللي عنده مشكلة في قانون العروات وقانون ON يشفع لهذا القانون إذاً ماذا تسوي؟ تسوي تسوي الخروج ناقص VCO ساتوري على RK تعويش تعال خروج هنا دارت الخروج كده عندي مقاومة عندي مقاومة الوشعة فقط هينطبقوا القانون إذاً 24 فولت ناقص VCO ساتوري 1.2 فولت على مقاومة الوشعة كما القيناها 600 إذاً اسي ساتوري 0.38 اللي ما يحبشي كسراسو هذا هو تيار الخروج إذاً تيار خروج ديمو وشيسوي PCC ناقص VCO ساتوري على مقاومة الخروج ما تدخلش ارثي نجمعها ولا مقاومة الخروج هذه دارة الدخول وهذه دارة الخروج ولا اللي حاب يفهم لي كيف خرجتها أول حاجة استخدام قانون الوشعة إذاً هذه المقاومة يمر عليها تيار اسي ساتوري اسي ساتوري يأتي روات إذاً ماذا يسعل هو التوتر على المقامة من بعدها إذن ايه إذاً يساوي VCC ساتوري إذن ساتوري اسي ساتوري اقام هو إجمعها مجموعة الوشعة المجموعة المغلقة السيارة تكون موجبة و تكون عكس الأروا و تكون سلبة إذن وش نلقاوه؟ نلقاوه باللي VCC ناقص VRK ناقص VCO ساتور يساوي السفر إذن VRK وش يساوي؟ يساوي VCC ناقص VCO ساتور يعوضها و تلقى نفس النتيجة سؤال رقم 28 باستغلال ملحق 5 صفحة 10 حدد المقحة المناسب للتشغيل لتعويض المقحة 2 مع التعليم كي نجمع عنده مشكل في اختيار وثائق صنعك يقولك اختار المقحة طريقة بسيطة جدا إذن أول حاجة لازم تجيب التركيب وثاني حاجة تجيب وثائق صنعك كما هنا وثائق صنعك اضطائكم مقحة اضطائكم مقحة الأول والثاني والثالث أي مقحة اجمع عنده VCO Max و AC Max كما مثلا مقحة الأول عنده توتر أعظمي 40 فورط لو كانت مدوله أكثر من 40 فورط وش يصبح مقحة يتلف إذن اتلفها بسبب توتر العاتي بنفس الطريقة مقحة الأول AC Max معتها تيار الأعظم الذي يتحملو 30 وشيوة ميلي أومبر لو كانت تعطيه أكثر من 30 أومبر وش يصالو وهذا وشي هو الربح في التيار والمعامل التضخيم إذن جماعة وش هي الاستراتيجية اللي نختارو بها المقحة إذن أول حاجة جماعة عندك زوج حويج لازم تحققهم أول حاجة لازم تحسب VCO block لازم يقع في حالة المنع لازم توتر VCO block أقل من VCO Max هذه واحدة مع أنت لازم يتحقق الشرط الثاني لو كان يتحقق الشرط الأول يتحقق الشرط الثاني إذن مقحة غير مناسب وشرط الثاني EC ساتوري اللي حسبناها ورهنا الطريقة التاحة لازم تكون أقل من EC Max على الوثائق صانع إذن بنا نبين هيكم هذه اللي هي موجودة في التحديد في اللون الأزرق وش نسميه مقادر تركيب اللي راح تحسبها انت يا وهذا اللي لو انت هيكم بلون الأخطر هي المقادر الصانع اللي لازم تحتار معها هيا جماعة نحسبه VCO Block و EC ساتوري ونقارنها ونرى ما مقحة الأول والثاني ونقارنها ونقارنها إذن مقحة المناسبة هو مقحة الثاني أستاذ كيف عرفت؟ أستاذ كيف عرفت؟ شوما معي مليه لازم نحسبه VCO Block و EC ساتوري ونقارنها ما بين 50V على مقحة الثاني و 100ميلي امبير على مقحة الثاني أول شيء نبدأ هو VCO Block VCO Block مع مقحة المحصر ديما VCO Block تساوي توتر خروج ديما تساوي توتر خروج وتوتر خروج جدا 24 فرط إذن VCO Block تساوي 24 فرط هذه الطريقة تحسب فيها VCO Block ثاني شيء نقارنها ونقارنها VCO ونقارنها 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 صفة صفة 38 امبير هذه القيم هم متع تركيب إذن أبحث كيف هو المقحة المناسب الأول أو الثاني أو الثالث الأول توتر يتحمل طريق تعمل فرطة بتساوي وعلى لوحة تلك السroller من فرطة أخر ف pound ونقارن ولا أخر شاهدت والتأفد الثاني المقحة المطل المقحة المطلو اتلك الثاني أخر يمكن أن المقحة المتع Service اهد wissen عملاته هفر يتلف بسبب توتر عالي إذا كنت المقحل المناسب هو المقحل الثاني لماذا هيا يجمع نتقول لماذا لماذا لأنه في سيو بلوك أقل من في سيو ماكس لأنه 24 أقل من خمسة شرط الأول محقق وهذا شرط له المحقق هو ماذا وإي سي ساتوري اللي حسبتها تعال تركيب أقل من إي سي ماكس لي 38 أقل من شرط الثاني محقق بما أنه شرط له المحقق وشرط ثاني محقق إذا نشعر مقحل ثاني مناسب للطابق الأول هذه الطريقة لاختيار المقحل سواء كان مقحل الأمبيان ولا دالينتون ولا حتى مصفت عندهم نفس الطريقة رحوا لسؤال رقم 29 سؤال رقم 29 أحسب قيمة المقاومة أر واحد بأخذ إدي ديود واحد أعطيكم تيار يسوي 13 ملي أمبير وفي ديود واحد يسوي واحد فاصل ثمانية فولت إذا وراء التركيب اللي أحوس اللي راح حوس على هذا هاي نصغره إذا نكتبه حساب مقاومة أر واحد ونصغره بتركيب هذا عندي هذه الدرعة عندي هذه العروة أول حاجة وش لازم لي نشكله الدرعة نخرجه التيارات والتوترات إذا هذا التيار وش نسميه سميه سميه إير واحد هو نفسه إديود واحد لماذا لأنه إير واحد وإديود واحد على تسلسه إذا هو نفسه إديود واحد إذا في بلاسة إير واحد نعوضها إديود واحد بعد ما خرجت تيارات وش نخرجه الإستقطابية التوترات إذا في سي سي ديما تمشي مع الطيار وباقي العناصر كهرباء إستقطابيتهم يكونوا عكس الطيار إذا هنا في إير واحد تكون عكس الطيار وفي ديود واحد عكس الطيار وسنقوم بتطبيق وطيق اطبع القانون الإروات بلاسة المنزل واحد صلى اللطلة إذا Waarوpiece Organization ثقم بتطبيقIN R minha causa سي pending'll move R واحد WR واحد ماذا يصيب؟ يصيب R واحد في ور واحد هذا هو القانون oraz إذا أر واحد وش تسوي ت deriv؟ فتفور على التهيار يدا brushed R واحد مع utopendo V ر واحد وتسوي V R واحد على اديود واحد بس قلم حaelية Mädage One wanted to 시청 الـ d-1 وعند اللقلةigsة عادة ل께ادة وضغطة قيمة التوترات ح Stand up R 1 اجمعها من قانون العروات قانون العروات مجموعة التوتر في دارة مغلقة يساوي السفر الاستطابة التي تمشي مع العروات موجبة والتي تكون عكس على العروات السربة اذا شوفوا معامله اذا قانون العروات شغولي VCC ناقص VR1 ناقص V diod يساوي السفر اذا VR1 ماذا يساوي يساوي VCC ناقص V diod 1 اذا هيا نطبقه V diod 1 عطالي 1.8V و V diod 13mA اجمعها ميلي امبر و Vc اجمعها 5V ناقص V diod 5 ناقص 1.8V على 13 في عشر قوة ناقص 3 حولتها لأمبر اذا VR1 ماذا تساوي 946 Ohm هذا بنسبة لسؤال رقم 29 سؤال 30 اكمل جدول تشغيل دارة الكشف العد على وثيقة الاجابة صفحة 23 هذه هي دارة الكشف اذا جمعها عندي هذا التركيب جمعها اللي يحب يفهم لدي الفيديو التفصيل على دوائر كاش تلقاه في قناة اليوتيوب ناقص 1 اكمل جدول دارة الكشفة و العد ناقص 1 في الحالة الابتدائية D1 يكون موهج وش يسلط يسلط الضوء على مقحى الكهروضوي T1 اذا حالة الاولى وش هي عند غياب العلبة عند غياب العلبة الضوء هذا يتسلط على T1 هذا المقحى الكهروضوي اذا سلط عليه الضوء يكون مشبه يكون قاطعة مغلقة اذا ما نصلش الضوء يكون قاطعة مفتوحة بما انه وصلت اشعاء الضوئية اذا اوش سيكون سيكون قاطعة مغلقة ما بين كوليكتور ويمثل السلك اذا اوش نقول في هذه الحالة في حالة غياب علبة الطماطم اذا تي واحدة حيكون ممرر والله مو شبع ممرر للتيار من بعد التيار لازم نشوف اتجاه الطيارات اذا هذا الطيار اللي يجي من PCC يوصل النقطة هذي وش يلقى طريق الاول والطريق الثاني طريق الاول فيه مقاحل والطريق الثاني فيه السلك اذا تيار وش قلتكم يا جماعة لم يشبه ديما نقولكم يشبه لم يشبه يشبه للماء الماء كي يلقى مثلا طلع ويلقى واد ولا يلقى جبل ويلقى واد الموشيدين يروح مع الودجا مشتون ما يتسلق الجبل يا جماعة اللي اللي شفه ما يتسلق الجبل يكتب ليه في التعليق اذا هنا وش نقولو نقولو تيار بما انه لقى طريق صعب اللي هو تي 2 ولقى طريق بسيط اللي هو ground اذا تياهون يروح يروح طريق السهل وهنا تي 2 احد تقصر ما وش يوصلها تيار وبما انه تي 2 يخدم بالتيارات لو كان ما يوصلش تيار وش يعتبر قاطعة مفتوحة اذا وش يعتبر هذا ما وصلصلش تيار قاعدة اذا قاطعها مفتوحة من بعدها من بعدها بما ان hub في كلها منود ن converted to الار والاس. اه ليوصلهم تيار نعتبر واحد منطقي. ليما ما وصلهم تيار واش نعتبرهم صفر منطقي. اذا تيار كيف يمشي اتجاه استلاح تعهون من من خمسة فورت يروح لجيان دي ولا يروح الار. هيا نشوف يا جماعة. تيار يبدأ منه يوصل لنقطة هذي. كيوصل لنقطة هذي لكي طريقة الاول فيه اير وطريقة ثاني فيه المقاومة. اذا تيار في هذه الحالة وش ها يدير? رح يتجزع. رح يتجزع. ما ما يتقصرش يا جماعة. كينا نجد طريقة فيه مقاومة على الجهتين. احيي جزاء هنا. هنا ما تخلق البرها عبارة عن مقاومة داخلية. وهنا عندي مقاومة واحد كيلو او. اذا وش نقول في هذه الحالة اير وصلها تيار من وصلها شو صلها. اذا اير تسوي واحد. اما الاس اجماعة شوف دارة مفتوحة اس مستحيلة وصلت هي وهذا جراون تجمع. اطنسو هذا جراون. اذا اير تسوي تسوي الصيفر. اذا اير منشط الاس تسوي الصيفر. اذا كيوش يدير يكون يسوي الصيفر. لماذا؟ لانه رسات منشط وضع في الصيفر. هيا نكتب مع بعض. اذا كيوش يسوي الصيفر. اذا ما نقوله. في حالة غياب القطعة. المقحل هو الممرر. مقحل ثاني موصل اشطية غير ممرر. بما انه مقحل هذا مفتوح. والله غير ممرر. الوشعة غير مغذات. والار وش يسوي الجناعة واحد. والاس يسوي الصيفر. اذا كيوش يكون وضعها في الصيفر. حالة الثانية وش يجمع الزنا عند حضور العلبة. كي تحضر العلبة وش يسرع كل شي يتعكس هذا وكامل يتعكسه. ميحنا ما عليش نفهمكم فيها. عند حضور العلبة وش يدير تحجز الضوء على تي واحد. هذا تي واحد ما يصلوش الضوء. وش يعتبر قاطعة مفتوحة. قاطعة مفتوحة ما بين كوليكتور ايميتور. اذا ما شو نقوله مقحل الممنوع والله. اه مزدود. والتيار هذا اللي يجي من اجمعه. كي يجي يروح طريق مفتوح. اذا بس يفعليه. سبيل واحد للتيار وش يجب يروح القاعدة مقحل تي 2. اذا ما شو نقوله هنا مقحل تي 2. وش يعتبر يعتبر قاطعة مغلقة مماره. وبما انه هذه قاطعة مغلقة وش غلقت قلقت دارة الوشعة. اذا الوشعة هتوالي دارة مغلقة وشتوالي مغذات. هذه الوشعة مغلقة مغلقة مغلقة. هذا الحق المغلقة سيحاكس لي الملمس. سيكون في حالة العمل. وهذا الملمس كي تعكس هذا التيار هذا في السنة لما يروح يروح للأس. اذا تيار هذا وين يروح؟ يروح يوصل لنا. يروح للأس والجزء تياره يروح للجيندي. وهذه المقامة التي نزلها بانجنبه دوائر القصر. وفي نفس الوقت حماية ما داخل الر واس. اذا اس وصلها التيار تساوي واحد والر cem lleva الواء على مر تطيع الر وصوص كقامل. اذا اس مساوي واحد. اذا Most is 119. ثم سيكون منشط. and by Merlero1.س واضفتها. واضيفها تشغيل المخرج. ووضع الواحد. اذا المخرج سيكون أحد. اذا نكتب هنا عند حضر العلبة. هذا غير ممرر. T2 ممرر. لدي الذي يoun republic 1990 متانيبهات. الترطيح يمنح ل縱 seja تبق في اربح المنage. NIモل Moz 4iptique ومش قوم بالنسبة تشغيل وضع الوحد وهنا جماعة زينة كمنا سؤال رقم 30 وهنا تلميذي الأعزاء كمنا الجزء الرابع الخاص بالموضوع الشامل وموقع عليا واش نقول لكم غير سلام اشتركوا في القناة